السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز الثمانيس التصفح عام 2018 من الكتاب المدرسي المفيد في الغيادات إذن تملك أكنا أعتبر الشكل التالي المستقيمات أب والسدي متوازيا لدينا إد تسوي ثلاثة وآي تسوي أربعة خاصة اثنان إد ب تسوي أربعة وآب تسوي خمسة وإس تسوي إكس ودس تسوي إجريج قلنا في السؤال حدد العددين إكس وإجريج إكس وإجريج طبعا تحل إكس هي إيسي وإجريج هي إيسي إكس هي إيسي هالي وإجريج هي إيسي يا رحمه الله هي إيسي إذن الحال نقلبه على الجزء الموطنية إذن لدينا نحضوا معي بمعنى هذه المستقيمات متوازية فهنا أفكر في مبرانة طريس المباشرة إذن لدينا من طبيعة الحال دي السيكي وزين هدي من الشروط الأساسية دي الطريس المباشرة وعدنا المستقيمات دي بي و السي يتقاطعان ها مستقيمة المتقاطعان يتقاطعان في النقطة إي و عدنا إي كتنتامي القطعة السي وإي كتنتامي القطعة بي يتقاطعان 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 مستقيمة المتقاطعان وهنا يتقاطعان القطعة بالدفئة ونزيلها للتوازي وغيرا يتقاطعان 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 ومن ها حسب مبرهانات طريس أولا هي الشروط يتقاطعان وعندي مستقيمة المتقاطعان وعندي نقطتين أو نقطة واحدة كتنتامي الدلعين المختلفة يعني يشكلوني المستقيمة المتقاطعان خص مقطع تكون كتنتامي الدلعين تكون فسطة وليس خارجه لا يوجد خارج القطع هذا يعني A جاء فسط A B لا تكون خارج B و E لا تكون خارج C كانوا عن هذه المتلاتات وعندي ولكن يجب أن النقطة أو النقطتين يكونوا داخل داخل المجوعة لأن المتلاتات المتلاتات المغاشرة تقدرون أن يكونوا عصاب المتلات أ A B و أثناء A C يقطع B D في E و من الكمل الثمانية ومن حسن مبارة طريقة المباشرة سنبدأ سنقوم 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 بحق لأن سنقوم بحق بحق المسافة التي تساحت محفظونها يمكنك المسافة المسافة الس وهي ومسافة الس وهي هي 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 غير تسامن نقشل ومين سوف نقشد أم في النوبة التانية نخد صد على أب بي كنت ساوي إد بي يعني هنستعمل هذه المعطاية جوج لمرات النسبة لان إد و إب و إي أ و أب بي هندي معرفين عاطلين في تمرين مش هكتسوي المسافة إد بي مش هكتسوي المسافة عند إد بي كتسوي ثلاثة و إب بي كتسوي ربعة و إي أ كتسوي اللي هي أي كتسوي ربعة فاصلة جوج و أب بي كتسوي خمسة يعني عاطلين وما هم المسافات في تمرين إد بي فاشغالين ناخدها لانشان ناخدها لانا دوب جوج معرفين إي دي كتسوي ثلاثة و عندي إب بي كتسوي أربعة يعني هذه معرفة مع إي أ معرفة قد تبقى إي سي مجهولة يلي كيقلبها قد تبقى إي سي مجهولة يلي كيقلبها إدن إي سي على إي أ عدنا كتسوي إي دي على إي بي أي إي سي كتسوي إي دي على إي بي هنا القسمة اللي يضرب من ضربة في إي إي أ تسوي تبقى نعوض عندي إي دي تسوي قناة ثلاثة و إي بي تسوي أربعة إي أ كتسوي ربعة فاصلة إي أ نعم إي أ يأي لأن المسافة تبقى تابتة من كلاس تغير المسافة ما بين نقطة تبقى مجابة وتابتة لا تتغير تبقى المسافة للشواء إي أ كتسوي أ إي إدن أربعة فاصلة إثنان اللي غات قطينا ستة فاصلة ثم ثلاثة في أربعة إثنى عشر على أربعة وتكون السي اللي هي إكس وبالتالي هنقوله إكس ها دي تنظر منها كتسوي إثناش رسل ستة على أربعة اللي غي يحسب إثناش رسل ستة على أربعة إثنان اللي هي مقصة غيرها نخضو دابة ولدية نخضو دابة معطية تانية عدنا السين دي على أبين كتساوي الد كدلك على أبين كي يعني هذا أن السد اللي هي إجريك اللي نقلب إليها كتساوي الد على أبين نضروبا في أبين غالي نعوض هي ثلاثة على أربعة في خمسة هي خمسة في ثلاثة هي خمسة عشر على أربعة وبالتالي طبيعة الحال ستة هي إجريك ستة هي إجريك خمسة عشر على أربعة كالذلك خمسة عشر على أربعة كالذلك خمسة عشر على أربعة وقسمة والكل بذلك بحيث وقسمة عشر على أربعة وقسمة عشر على أربعة تدرسة ستة هي المفيدة في الريحة يجب أن يكون بخير لتوصل بشيحاتي حاول ينشرها ويحاول ينشرها ما بين التلابيد ديال اللي عندهم هات درس ديال الطالس باش تعمل فائلة لجميع التلابيد التلتق على دي فاطنا الحديد وهو حاول تواففنا حاول موقع وفعلونا الجرس باش يوصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته